أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية لواروكنا فرج البحسن حرص مجلس القيادة الرئاسية على إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام المرتكز على المرجعيات المتفق عليها عربيا وإقليميا ودوليا من أجل إنهاء معاناة أبناء الشعب اليمنية التي تسببت بها الحرب العبثية التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية وأشر البحسن في كلمته التي ألقاها خلال لقائه بمدينة المكلة بالشخصيات السياسية والقبلية والأكاديمية والإعلامية إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية استغلت أوضاع الحرب في غزة لتنفيذ سياسات داعميها في إيران من خلال تنفيذ أعمال القرصنة والإرهاب ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وعرقلة مساعي السلام التي تقودها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لوضع حل للأزمة في اليمن لافتا إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها الميليشيات الحوثية أكد للعالم أجمع بأن هذه الميليشيات لا تؤمن إلا بالحرب والإرهاب وليس لديها أي نوايا أو مبادرات للسلام في المنطقة واستعرض اللواء الركن البحسن تطورات الأوضاع في جبهات القتال والمساعي الحوثية الإرهابية للتوسع في عدد من الجبهات وما قابلها من ردع حازم وتصدي قوي من قبل القوات المسلحة ما أدى إلى تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد مشيدا بشجاعة وبسالة أبطال القوات المسلحة وجاهزيتهم العالية للتصدي لمشروع الحوثي وثمن البحسن وعي أبناء محافظة تحضر موت في الحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم جهود الأجهزة الأمنية ومساندتها في كشف الجريمة وتثبيت السلم لتحقيق التنمية الشاملة وأحث الجهات الرسمية والمجتمعية بالمحافظة إلى تلم سوضاع المواطنين المعيشية والعمل بمبدأ التكافل والتراحم الاجتماعي في ظل هذه المرحلة الحساسة كما ناقش اللقاء بحضور وكيل محافظة حضر موت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي فضاوي ناقش جملة من الاقتراحات لتعزيز الوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين وتطرقت مداخلات الحضور إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة مشيرين إلى انعكاسات الحرب الحوثية الإرهابية وعرقلتها لمبادرات السلام واستهدافها للمنشآت الحيوية والتي أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي في البلاد